السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في السابق عن أقسام الكلام وتكلمنا عن الاسم وعلاماته وعن الفعل وعلاماته واليوم إن شاء الله سيكون الحديث عن الحرف وعلامات الحرف وعن أنواع الحروف فتابعوا معنا الحرف الحرف في اللغة العربية هو كلمة دلت على معنى في غيرها فالحرف له معنى ولكن لا يظهر معناه إلا في غيره مثال إلى حرف جر له معنى ولكن معناه لا يظهر إلا في تركيب أو جملة مفيدة فهو لانتهاء الغاية في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أدم الصيام إلى الليل ومن علامات الحرف لا يقبل شيئا من علامات الاسم أو الفعل أمثلة على الحروف في فهي حرف جر وثم هي من حروف العط ولن من حروف النفي والنصب وننتقل الآن إلى أمثلة على أنواع الحروف الحروف أنواع كثيرة ومنها حروف الجر ومنها من عن إلى على في الكاف واللام والباء ومن أراد أن يتعرف على حروف الجر أكثر سأترك لكم رابطا فيه شرح لدرس حروف الجر كاملة وستظهر أمامكم بطاقة لهذا الدرس وننتقل إلى حروف العطف ومنها الواو الفاء ثم أو أم بل لا وننتقل إلى حروف النداء ومنها يا أي أيا هيا الهمزة و وننتقل إلى حروف الجواب ومنها نعم لا بل أجل ومن الحروف حرف الاستفهام وهما الهمزة وهل وننتقل إلى حروف النصب ومنها أن لن كي ألام التعليل وحتى وننتقل إلى حروف الجزم ومنها لم لما لا الناهية ولام الأمر وننتقل إلى الحروف الناسخة ومنها إن أن كأن لكن ليت لعل ملحوظة جميع الحروف مبنية الحروف كلها مبنية وإلى هنا أدعو الله أن أكون قد وفقت في شرح هذا الدرس وأسعد بكم في اشتراككم في القناة وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة